اشتركوا في القناة يمكن زي ما قلنا في البداية وكلمتها أنا وحضركوا في كنترول عن وجود بعض التطعيمات ووجود بعض الإشاعات أن في تطعيمات بيتم إعتقار الأطفال من قبل مجهولين وأن في حالات عايز أعرف صحة هذا الخبر أنا عايز بس في البداية أشكر حضركوا واشكر البرنامج على تحت الفرصة أن نكون موجودين النهاردة عشان نتكلم على هذا الموضوع لأن طبعا أي حد من المواطنين أما يسمع هذه الإشاعة لازم هينتابوا بعض القلق ويبقى فيه عنده بعض الأسئلة فكان ضروري أن احنا نجاوب على التساؤلات اللي ممكن تكون مطروحة حوالي هذا الموضوع الحقيقة احنا من حوالي عشرة أيام كانت ردد في بعض المحافظات ما يزيدوش عن أربع خمس محافظات أن فيه شائعة وجود تطعيمات ضرر بالأطفال وفيه مجهولين بيقوموا بإعطاء هذه التطعيمات في المنازل ده صحيح الحقيقة احنا عملنا الاتصالات بجميع المدريات ديت هما ايه المدريات يا فندي؟ الحقيقة كانت بدأت الحقيقة في البداية من محافظة دومياط محافظة الأهلية بورسعيد الإسماعيلية وكانت موجودة كمان في أسيوط آخر حالي ما كانش فيه أي حالات في القهرة؟ لا لا خالص خالص احنا في المحافظات دي ولا في المحافظات دي أصلا فيها حالات احنا اتصلنا بهذه المدريات وتأكدنا أن كل ده هو مجرد شائعات لأن أولا الطعام اللي بيجيبها وزارة الصحة والسكان دي طعام سليمة وآمنة وأنا يمكن هتكلم يبقى فيه فرصة نتكلم على الطعام دي احنا بنجيبها ازاي وازاي بتوصل من المصنع أو الشركة لغاية الطفل لما بياخدها نحكي على المراحل دي اللي بيتم فيها بالظبط لكن نعايز أن ننفي بداية واطمن الناس أن كل ده هو شائع ولا يوجد ليه أي أساس من الصحة تماما طيب قالني أقول لحضرك فيه تصريح عن الدكتور حلمي العفني وأنا أسمى وكيل وزارة صحة بورسعيد أنه منذ مارس 2011 فيه تعليمات أصدرات بمنع حملات التطعيم بالمنازل حرصا على طاقم هيئة التمريد من التعرضهن للمضايقات وغيرها داخل نطاق الأحياء وغرب وغنوب كرة بورسعيد كان بداية من مارس 2011 كان ده كان مرحلة بعد الثورة مباشرة كان فيها نتعرفها حريك مرحلة الإنفلات الأمني وكان ما كانش فيه ساعتها وزارة صحة لها أي توجه أنه حنعمل أي حملات للمنازل الحملات دي بتتعامل زي حملة شهر الأطفال ودي بتتعامل حملة أو حملتين كل سنة فكان فيه توجه أن هي تتأجل وفعلا تأجلت لشهر أكتوبر لغاية الاستقرار الأمني ما كان يبقى أفضل ولكن في مرحلة مارس ده كان بعد الثورة مباشرة كان فيه نفلات أمني كان فيه تعليمات إن ما يتعملش أي حملات فيه المنازل النهائية لأن في النهاية كان الانفلات الأمني ده يبقى المواطنين تبقى الآن مين اللي بيخبط على البيت مين اللي بيخبط على الباب عندنا هل ده حد أنا هأمن له ولا لا هو عايز إيه هل فعلا ده حد عايز مصلحتي ولا عايز ليه غرض تاني طيب خلينا بقى نقول الشروط والمعايير الدولي للأمصال والتطعيمات إحنا الحقيقة في وزارة الصحة والسكان بيتم توريد الطعوم والأمصال بناء على اشتراطات معينة أهمها إن هذه اللقاحات والأمصال بتكون معتمدة من منظمة الصحة العالمية ده رقم واحد رقم اتنين جميع هذه اللقاحات والأمصال بيتم تحليلها في جهات الرقبية سواء جهات رقبية في بلد المنشأ أو عندنا في مصر في هيئة الرقابة عن مستحضرات الحيوية واللقاحات وبيطلع لها شهادة بتثبت إن هي آمنة وإن هي فعالة الحقيقة من ساعة اللقاحات دي وهي الحقيقة إحنا عندنا طبعا هنا في مصر في الشيخ القبض المستحضرات الحيوية واللقاحات بتنتج بعض اللقاحات وفي لقاحات أخرى بيتم استراضها من الخارج اللقاحات دي من ساعة ما بتيجي في المطار بيتحط في حاجة اسمها سلسلة تبريد بيتحط في تلاجات بتنقل إلى المخازن المركزية من خلال سيارات تلاجة وبعد كده بتتنقل تاني بسيارات تلاجة إلى المدريات ومنها إلى الإدارات الصحية والوحدات والمراكز التطعيم بيبقى في مؤشرات للتطعيم في بعض أنواع الطعوم بيبقى مؤشرات لونية بيتغير لونها لو في تغير في درجة الحرارة أو إذا فسدت ففي رقابة على هذا الأمر بحيث أن احنا نكون متطمنين أن هذه الطعوم واللقاحات هي سليمة طيب خلينا نقول برضو عن حملات التطعيم اللي بتقوم بها الوزارة في الوقت الحالي بتتم زي؟ احنا حاليا في الوقت الحالي لا يوجد أي حملات تطعيم في المنازل وزارة الصحة والسكان لما بتعمل حملات وممكن من آخر حاجة كانت في آخر 2011 كانت في نوفمبر عملنا حاملة لشال الأطفال بيتم الإعلان عنها أولا فين يا فاند بيتم الإعلان؟ الإعلان في جميع وسائل الإعلان في التلفزيون والجرايد كل الميديا بتبقى على علم الده بيبقى من خلال فرق مدربة الفرق دي بتبقى لابسة زي خاص فرق دي بتبقى حطة كارنيه وكارنيه ده فيه الاسم وبيبقى مختوم بختم النصر بالمدرية على حسب المكان أما كنت لسأل حضرك إزاي نتأكد أن ده فرق الطب اللي تابع للوزارة النصح مع أي حد هيخبط علينا في البيت طبعا بعد الشقيعة دي لازم نتأكد من هويته هو جاي ليه؟ فالهوية في كارنيه لازم يبقى كارنيه مختوم بختم النصر وحاليا أنا بقى أعلن حضرك إحنا حاليا ما فيش عندنا أي حملات تطعيم في المنازل كل الطعام اللي موجودة بتبقى في وحدات التطعيم في وحدات الصحية ومراكز التطعيم في مكاتب الصح ودي اللي هي التطعيمات الروتينية للأطفال في جزء تاني وده خلاص ده انتهى في بداية الموسم المدارس بيبقى في تطعيمات لأطفال المدارس ده بنتمي داخل المدارس في داخل المدارس ده في داخل المدارس مش في البيوت في حاجة أخيرة اللي هي تطعيمات فئات أخرى زي المسافرين للخارج حد رايح عمرة حد رايح الحج حد مسافر لدول محتاج طعوم خاصة قبل ما يسافر في حالة دي بياخد هذه التطعيمات طيب خلينا كمان نيجي عند حاجة مهمة جدا هلأك من وجهة نظرك شايف انطلاق الشعاعات دي جاي منين؟ والله أنا مستغرب زي بالناس بالظبط الشعاعات دي ايه سببها لكن زي ما هيك عارفة في غير المجال الصحي في كل المجالات هناك من يحاول أن يهدم مصر البرنامج الموسع للتطعيمات هو من أنجح البرامج في وزارة الصحة والسكان وبيحمي أطفال مصر من العديد من الأمراض الحقيقة في عام 2006 كان بسبب هذا البرنامج منظمة الصحة العالمية أعلنت خلوة مصر من مرض شل الأطفال وبعد ذلك أعلنت خلوها من مرض التيتانوس الوليدي وقبل كده من الديفتيريا والسعال الديكي وهكذا في العديد من الأمراض تم إعلان خلوة مصر من هذه الأمراض بسبب البرنامج الفعال للتطعيمات نعم بس طبعا فيه لسه ملف الصحة ده ملف يعني شائق جدا لو قاعدنا نتكلم فيه نتكلم في حاجات كتيرة جدا بذلك التأمين الصحي للموطن المصري وهل كمان بيلاقي الرعاية الكافية ليه والرعاية الصحة المتكاملة فيه نقدر نقول المؤسسات اللي ليه علاقة بالتطعيم أنا أسفى بالتأمين الصحي للموطن المصري يعني أنا الشق في مجال عمل التطعيمات هي بيبقى التطعيمات للطلاب المدارس ودي بتبقى من خلال التأمين الصحي هم بينفذوا هذا في المدن أنه بيشرفوا وبيدوا التطعيمات لأطفال المدارس طيب خلينا نقول لو مشكلة الإشعاعات دي أصرها سلبية إيه على الموطن لا هو طبعا هو الموطن بيبقى في حالة من التخوف من أخذ هذه التطعيمات لكن إحنا تاني إحنا عايزين نأكد ما فيش أي حملات تطعيم في المدارس في الوقت الحالي وعايز أشير بحاجة تانية الحقيقة المواطن ودي يعني تجربة إحنا شفناها لما عملنا حمل شال أطفال السابقة في نوفمبر 2011 كان في عندنا تخوف أن الناس ممكن تقلق شوية من الطعوم بعد الثورة والإنفلات الأمن ولاقينا أن فيه إقبال هايل وكان نسبة تقطيع للتطعيمات رائعة والحقيقة يعني اكتشفنا أن فينا المواطنين بيسقوا في تطعيمات وزارة الصحة بس حالي كيف أنت ممكن تقولت لي واحنا في الكنترول أن في الفترة دي بالزيت دايما بتطلع إشاعات زي كده الحاجة ملاحش علاقة بالصورة كل فترة كده كل سنة بيطلع إشاعة ما والأشاعات دي ملهاش أساس من الصحة بنسمع ده لكن ملهاش أي أساس وإحنا بنتابع ترددات الأطفال كمان على المستشفيات هل في أطفال دخلوا مستشفيات بسبب أغزة تطعيمات لا يوجد هل في عندنا حالات وفيات أطفال لقدر الله بعد أغزة تطعيمات لا يوجد يعني لما سؤلت حضرتك المهند لو في حد عنده حالة من هذه الحالات يجيبها لنا طيب نيجي مرة تانية معاشش نأكد برضو على المعايير والشروط اللي بيتم على أساسها استيراد الأمصال والطعوم هل كمان بتحصل على اعتمادات قبل بدء في استخدامها بيبقى في المواصفات والشروط اللي بيتم وضعها إن هي تكون حصلة أساسا على اعتماد منظمة الصحة بنفضل طبعا استخدام لقاحات تكون حاصلة على جهات رقابية أخرى زي الاتحاد الأوروبي كمثال لأن دي جهات رقابية بتكون شديدة الصرامة في تطبيق الاشتراطات على اللقاحات واللي بتضمن جودة وفعالية وأمان للطعوم وفعلا زي ما قبل أي حملة بيتم بيتم الإعلان عنها بيتم الإعلان عنها طيب آخر بقى حاجة خالص عايزة رفع من حضرتك بتنصح أو وزارة الساحة بتنصح المواطنين بخصوص تطعيمات وكيفية تتأكد من أخذها حق تاني ما فيش عندنا أي تطعامات في المنازل إذا حصل أن في حد جه حاليا في المرحلة حاجة جه خبط على الباب وقال إحنا عايزين ندي تطعامات وإحنا لازم نشتبه فيه ونسلمه للسلطات الأمنية المسؤولة في النطاق المكان اللي إحنا موجودين فيه وفي أي تساؤل في حالة أي وجود أي تساؤل أقرب وحدة صحية أقرب مركز تطعيم نتوجه إليه هتلاقي الناس متعاونة معنا نقدر نسألهم عن أي حاجة محتاجينها في مجال الطوام مرة تانية بنأكد لكل سيدة المشاهدين ولكل المواطنين المصريين إن ما فيش حملات تطعيم بتتم في المنازل فأرجوكم يا ريت نتأكد لو أي حد جي خبط على البيت وقال إن فيه تطعيم يا ريت نتأكد لو فيه كرني معين وفي نفس الوقت فيه زي معين بس على مسؤولية دكتور محمد جنيزي إن بيقول ما فيش تطعيمات دلوقتي في المنازل تماما وفي نفس الوقت ما فيش أي حالات تم عرضها أو تم حفظها في المستشفات فلو فيه أي حالة يا ريت يتم بلاغنا أرجوكم دكتور محمد جنيزي مدير إدارة وحدة مكافحة الأمراض بوزارة الصحة والسكان أشكر حراكي فندم جدا شكرا وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية وإن شاء الله ما يكونش فيه أي حالات بإذن الله شكرا شكرا